السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعي الكرام في أنشطة التقويم التشخيصي الخاصة بمرجع المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي إذن إن شاء الله سننجز أنشطة هذا التقويم والتي الهدف منها هو معرفة مدى تمكن المتعلمين من المكتسبات والمعارف التي درسوها في مادة الرياضيات خلال السنة السابقة أو السنة التي سبقتها إذن على بركة الله سنبدأ بالتمرين الأول إذن لدينا أحسب ما يلي إذن كما نلاحظ لدينا سبعة زائد تسعة إذن المطلوب أن ننجز العملية بشكل أفقي فقط إذن سبعة سنضيف لها تسعة إذن يمكن أن نعتمد على أشريطة هكذا مثلا سنرسم تسعة أشريطة إذن واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وسنحسب هكذا إذن لدينا سبعة زائد تسعة سنجمعها مع تسعة إذن سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن سبعة زائد تسعة تساوي ستة عشر ثم هنا لدينا خمسة زائد ثلاثة إذن سنرسم أيضا خمسة أشريطة إذن هنا خمسة أشريطة إذن لدينا ثلاثة سنجمعها مع خمسة مع هذه الأشريطة الخمسة إذن نقول هكذا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثلاثة زائد خمسة تساوي ثمانية الآن مع التمرين الثاني إذن هنا لدينا عمليتي الطرح لدينا أولا سبعة عشر ناقص تسعة إذن المطلوب أن نرسم سبعة عشر شريطة وسنحدث منه تسعة أشريطة ونحسب الباقي إذن هنا لدينا سبعة عشر شريطة سنحدث منها تسعة أشريطة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة وسنحسب الباقي إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن الباقي هو ثمانية وهو الفرق الموجود بين سبعة عشر وتسعة الآن هنا لدينا ثمانية ناقص خمسة إذن ثمانية أشريطة سنطرح منها خمسة إذن هنا لدينا ثمانية أشريطة سنطرح منها خمسة إذن سنطرح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ونحسب الباقي إذن كم الباقي لدينا واحد اثنان ثلاثة إذن الفرق هو ثلاثة الآن ننتقل إلى التمرين الثالث لدينا أضع ألامة تحت الوضع العمودي الصحيح إذن هنا لدينا عمليتي الجمع تم وضعهما سنبحث عن العملية التي وضعت بشكل صحيح إذن هنا 354 زائد 42 إذن لاحظوا معي هنا تم وضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات رغم النفع لحد الثاني ما لدينا المئات وتم إنجاز العملية 4 زائد 2 تساوي 6 5 زائد 4 تساوي 9 و 3 زائد لا شيء تساوي 3 إذن هذا وضع صحيح للعملية الآن لنلاحظ العملية الثانية لاحظوا معي نفس العملية 354 زائد 42 إذن هنا 2 لم يتم وضعها تحت الوحدات بل تم وضعها تحت العشرات وأربعة كذلك لم يتم وضعها تحت العشرات بل وضعت تحت المئات إذن هذا وضع خاطئ للعملية وبالطبع سيكون المجموع خاطئا ننتقل الآن إلى التمرين الرابع إذن أنجز عموديا العمليتين التاليتين إذن لدينا بداية عملية جمع ثم عملية طرح إذن الهدف من هذا التمرين هو أن نضع العملية عموديا بشكل صحيح إذن الحد الأول من العدد هو سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون زائد تسعمائة وسبعة وثمانون إذن سنضع رقم الوحدات تحت رقم الوحدات إذن سبعة تحت ثلاثة تمانية تحت تسعة باعتبارها رقم العشرات وتسعة سنضعها تحت خمسة باعتبارها رقم المئات ثم ننجز العملية إذن ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة نكتب فقط صفر ونحتفظ بواحد فوق العشرات إذن واحد زائد تسعة تساوي عشرة زائد تمانية تساوي ثمانية عشر نكتب ثمانية ونحتفظ بواحد فوق المئات واحد زائد خمسة تساوي ستة زائد تسعة تساوي خمسة عشر أكتب خمسة وأحتفظ بواحد فوق الآلاف إذن واحد زائد سبعة تساوي ثمانية إذن المجموع هو ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانون ثم العملية الثانية لدينا عملية الطرح لدينا تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ناقص ستمائة وثمانية وتسعون إذن نكتب الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات ثم ننجز العملية إذن أربعة ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاث وأقول أربعة عشر ناقص ثمانية تساوي ستة ثم خمسة ناقص عشرة لا يمكن أيضا أستلف العشرة وأرد السلاث إذن خمسة عشر ناقص عشرة تساوي خمسة ثلاثة ناقص سبعة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاث ثلاثة عشر ناقص سبعة تساوي ستة وتسع ناقص واحد تساوي ثمانية إذن الفرق هو ثمانية آلاف وستمائة وستة وخمسون الآن ننتقل بكم إلى التمرين الخامس أحسبوا ما يري إذن لدينا مجموعة من عمليات الضرب إذن هنا لدينا خمسة في ثمانية إذن المطلوب أن نكون متمكنين من حفظ جدول الضرب حتى ننجز هذه الأنشطة بشكل صحيح إذن خمسة زائد ثمانية إذن خمسة ثمانية مرات فهي تساوي أربعون ثم هنا عشرة في ثمانية إذن هنا نكتب ثمانية ونضيف لها السفر ويكون الجداء هو ثمانون ثم هنا واحد وتسعون في عشرة أيضا نكتب واحد وتسعون هكذا ونضيف لها السفر واحد ويكون الجداء هو تسعمائة وعشرة ثلاثة في ستة إذن ثلاثة ثلاث مرات أو عشرة ست مرات ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ست مرات فهي تساوي ثمانية ثم هنا أربعة في سبعة إذن أربعة سبع مرات في الجمع المتكرر إذن أربعة في سبعة تساوي ثمانية وعشرون ثم هنا ثمانية في تسعة إذن ثمانية في تسعة تساوي اتناني وسبعون إذن المطلوب منكم حفظ جدول الضرب بشكل صحيح وتمكن منها الآن تمرين السادس أنجز عموديا العمليتين إذن لدينا عملية ضرب إذن ضرب 897 سنضربها في 7 إذن 7 في 7 تساوي 49 أكتب 9 وأحتفظ ب4 7 في 9 63 زائد 4 تساوي 67 أكتب 7 وأحتفظ ب6 ثم 7 في 8 56 زائد 6 تساوي 62 ثم لدينا 203 مضربة في 3 إذن ثلاثة في ثلاثة تساوي 9 ثلاثة في صفر صفر ثلاثة في اثنان ستة إذن 609 التمرين السابع إذن أصل العدد المكتوب بالأرقام بالعدد المكتوب بالحروف إذن العدد الأول المكتوب بالحروف لدينا هو 4090 إذن سنبحث عن 4090 إذن هنا لدينا 4900 ثم هنا 4090 إذن سنصله ب4090 هكذا ثم لدينا 9730 إذن تسعة آلاف إذن هنا لدينا 9307 هنا 9073 ثم هنا 9173 ثم هنا 9730 إذن سنصله بهذا العدد المكتوب بالأرقام هنا لدينا 4900 إذن هنا 4900 إذن سنصلها هكذا ثم 9073 إذن هنا قلنا 9307 هنا 9073 إذن سنربط بينهما هكذا وأخيراً لدينا 9173 إذن العدد الذي مكتوب بالأرقام هو هذا 9173 إذن سنربط بينهما هكذا النشاط الثامن أكتب العدد الممثل أسفله إذن لدينا هذا المعداد ومثلناه هكذا إذن هنا الوحدات هنا العشرات هنا المئات وهنا وحدات الآلاف أو الآلاف إذن كم لدينا في الوحدات هنا إذن سنعد 1 2 3 4 5 6 إذن لدينا 6 وحدات عدد العشرات كم 1 2 3 4 5 إذن خمس عشرات المئات كما نلاحظ لدينا الصفر والآلاف كم 1 2 3 4 5 6 7 إذن العدد بالحروف أو بالأرقام هو 7 1056 إذن سنكتبها بالحروف هكذا إذن 7 فيديو المقبل لإنجاز باقي تمارين هذا التقويم التشخيصي